قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن معدل التضخم السنوي في المملكة مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى نحو 2% في يونيو وذلك من 14% في مايو ارتفعت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم بنسبة 1.17% في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.9% أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال منطقة الحوس فعلى الرغم من هذه العقبات تسارعت وطيرة النمو وأظهر الاقتصاد المغربي مرونة في عام 2023 مع زيادة بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الحقيقي وكانت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع ينتعاش قطاع السياحة وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير